ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء هذا اليوم بقصر لقضبية وفي بداية الجلسة دانى مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدا بحي الكوثر بمدينة سيهات في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأكد المجلس على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات راديعة لمكافحة الإرهاب هذا وقد وجه صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني إلى متابعة تطوير وتحسين عدد من الحدائق والمنتزهات بمحافظة المحرقة باعتبارها مواقع عائلية تسهم في تربية النشأ وتوفير المساحات المطلوبة للترفيه العائلي كما وجه صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم إلى متابعة تطوير مدرسة محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين وذلك في إطار حرص الحكومة على بدل أقصى الجهد في تنمية المجتمع على نحو يكفل أفضل صور للحياة العصرية القائمة على العلم بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي ناقش المجلس مذكرة بشأن التقرير الدوري حول أعمال اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية حيث أوصت تقرير بإنشاء هيئة مستقلة تعنا بمتابعة جميع المواضيع ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والنووية والمشعة ووسائل إيصالها وتمت حالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية أحل المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق مذكرة بشأن أهم المواضيع التي تم بحثها أثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في ليما بجمهورية بيرو خلال الفترة من التاسع إلى الـ 11 من أكتوبر الجاري أعطى المجلس موافقته المبدئية على مذكرة بشأن تطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد في مملكة البحرين حيث يتميز هذا التصنيف بمواكبته للتغيير الهيكلي في الاقتصاد العالمي وظهور تكنولوجيا جديدة أدت إلى تقسيمات وأنشطة إنتاجية جديدة كما يسهم التصنيف في تسهيل عمل المستثمرين ومنحهم المرونة أخذ المجلس علما حول عدد من الاقتراحات برغبة ذات الصلة بالسلطة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وعقب الجلسة عقد سعد سيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز مجاء في جلسة مجلس الوزراء كما قام سعدة الوزير بالرد على عدد من استفسارات الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي حيث أشار سعدته في معرض ردي على أحد الاستفسارات أن تقليص عدد الأطباء المتدربين في مستشفى السلمانية أمر إجرائي تنفيذي ولا علاقة له بتقليص المصرفات وفي ردي على استفسار آخر أكد سعدة الوزير أن كل حادث إرهابي سواء كان داخل البحرين أو خارجها هو مدان وأن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بحفظ الأمن في مملكة البحرين وفي شأن الأسعار أوضح الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تراقب باستمرار مختلف المنتجات في الأسواق المحلية هذا وسيعرض لكم تليفزيون البحرين التجيلة الكاملة لوقاء المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بعد هذه النشرة